اتعرضت الفنانة مونازكي لحملة شرسة وهجوم حاد بسبب بعض المشاهد في فيلم أصحاب ولا أعز واللي عرض على منصة نتفليكس مؤخرا ووصل الأمر لحد رفع دعوة قضائية من إحدى المحاميين يتهمها بنشر الفسق والفجور وظهرت مونازكي في الفيلم وهي بتخلع الأنظر المشهد اللي اعتبره الكتير إنه خادش للحياء ولعبت مونازكي في الفيلم شخصية مريم اللي بتقيم مع زوجها في لبنان وبتعاني من بروده العاطفي وعدم اقترابه منها لمدة عام كامل الدور الجريء اللي وضع مونازكي في مرمى النقد لا سيما وإنها في أغلب أعمالها بتظهر محافظة وكشفت مصادر فنية إن الفنانة مونازكي حصلت مقابل دورها في الفيلم على أجر بلغ 18 مليون جنيه أي ما يساوي نحو مليون دولار وبتدور أحداث الفيلم اللي بيشارك فيه ممثلين لبنانيين حول مجموعة من سبع أصدقاء بيجتمعوا على العشاء وبيقرروا إنهم يلعبوا لعبة اللعبة اللي بتكون عبارة عن إنهم بيضعوا تلفوناتهم على الطولة وبتكون الرسائل والمكالمات اللي بيستقبلوها على مرأة ومسمع من الجميع وسرعان ما بتتحول اللعبة اللي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى كشف وابل من الفضايح والمفاجآت اللي ما كانش يعرف عنها أي حد بما فيهم الأزواج وأقرب الأصدقاء اشتركوا في القناة